تخيل حضرتك انك تعمل تطبيق عن طريق الذكاء الاصطناعي وتدفلوا اعلانات من غير ما تنزلوا على جوجل بلاي وتكسب منه ارباح كويسة تابع مع الشرح ويلا بيناه اول حضرتكم هنخش على جوجل كروم و هنستخدم ديب سيك وطبعا اي حاجة هنستخدمها في الفيديو ده هسيبها لكم في الوصف كويس جدا كل اللي علينا حضرتكم ان احنا هنسجل فيه ديب سيك تماما عن طريق جوجل هنضغط على لوج ان وز جوجل تماما بعد كده نختار اي جيميل عندنا ما تقلوش من اي حاجة ديب سيك موقع مشهور جدا جدا شبه شات جي بي تي وجي مي ناي هنختار اي جيميل عندنا نستخدمه بعد كده هنضغط على متابعة دلوقت حضرتكم هيزهر معاكم الشكل ده كل اللي علينا ان احنا هنضغط هنا عشان نبدأ ان احنا نقوله يعمل لنا التطبيق بتاعنا كويس دلوقت حضرتكم برضو في الوصف هسيبلكو النص ده تمام بقوله هنا انشيليه تطبيق ممتاز جدا واحترافي عن بين كوسين البين الكوسين دول حضرتكم هتكتبوا التطبيق اللي انتو عايزين تعملوه تمام تمام وليكن مثلا مثلا انا هعمل اه الالة الحزبة تمام هكتب هنا الالة الحزبة تمام بعد كده حضرتكم هنضغط على ارسال او علامة السهم اللي هنا كويس جدا وطبعا زي ما انتم شايفين حضرتكم هيبدأ ان هو يعمل كود وبأسهل طريقة جدا جدا ما تنساش لايك واشتراك عشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة عن طريق الموبايل ان شاء الله وتقدر تشوف جميع الفيديوهات بتاعت انشاء التطبيقات في الوصف ويلا بينا لتكملة الشرح دلوقت حضرتكم هو خلاص خلاص بيقولي هنا مميزات وكل حاجة عملها داخل الالة الحزبة بتاعت اللي هو التطبيق كويس هنطلع فوق كده بعد كده حضرتكم هناخد نسخ للحتش تي ام اللي بتاعنا اللي هو الكود بتاعت التطبيق تمام هنضغط على نسخ من هنا بعد كده حضرتكم هنروح على الموقع اللي هسابه لكم برضو في الوصف واسمه كود بين تمام هنمسح كل الحاجات اللي هنا ديت تمام هنمسحها كلها زي ما انتم شايفين بالشكل ده تحديد الكل بعد كده مسح كويس هننسخ الكود اللي احنا جيبناه من الموقع بتاع ديب سيك تمام هننسخه هنا زي ما انتم شايفين لصك بعد كده زي ما انتم شايفين حضراتكم هابدأ تحت هنا يظهر التطبيق بتاعنا باسهل طريقة جدا جدا زي ما انتم شايفين زهر معايا الالة حسبة عشان نعرضه بشكل افضل هنضغط هنا بعد كده نختار اللي في النص تمام تمام زي ما انتم شايفين زهر عندنا الالة حسبة باسهل طريقة انت برضو حضرتك تقدر انك تراجع التطبيق بتاعك ولو في اي مشاكل بترجع تقولها للزكاء اللي الصناعي تمام وتبدأ انك تاخد الكود الجديد وترجع انك تراجعه في الموقع ده وبعد كده بترجع بقى انك تشوفه في الموقع اللي بيارد التطبيق تمام انا خلاص عجبني التطبيق بتاعي وكل حاجة تمام كويس طبعا هيكون معنا الكود ده هنستخدمه في معظم الشرح تمام دلوقتي حضرتكم انتم معجبكم التطبيق بتاعكم وكل حاجة تمام كويس هنروح بعد كده على الموقع التالت وبرضو هسيبه لكم فيه الوصف ده الموقع اللي هنبدأ نعمل به التطبيق تمام دلوقتي حضرتكم بقى عشان نعمل تسجيل دخول او انشاء حساب بمعنى اصح داخل الموقع هنضغط على صين اوب بعد كده حضرتكم هنا هتسجله عن طريق الجيميل او عن طريق جوجل بمعنى اصح يعني هنضغط هنا بعد كده نختار الجيميل بتاعنا اللي احنا هنسجل فيه داخل الموقع وليكن هختار الجيميل ده بعد كده حضرتكم هيظهر معنا الشكل ده وهيبدأ ان هو يسجل باسهل طريقة جدا جدا كويس زي ما انتم شايفين حضرتكم هنقرب كده شوية تمام وهنا حضرتكم انا كنت عامل تطبيق قبل كده اسمه الكرآن الكريم طبعا انت مش هيظهر عندك اي حاجة هيظهر عندك كريت أبس تمام الكلمة دي هتظهر عندك هندغط عليها بعد كده حضرتكم لو قربني هنا شوية تمام هيقولك هنا اب نيم يعني اسم التطبيق وبرضه عشان تفهمه اكتر هندغط على الترات الشرط لفوق بعد كده على ترجمة عشان حضرتكم الموقع يترجم باللغة العربية كويس بعد كده حضرتكم في اسم التطبيق هنا هنكتب اسم التطبيق بتاعنا انا طبعا عملت تطبيق الالة حزبة وليكن هكتب الالة حزبة تمام الالة حزبة الاحترافية تمام زي ما انتم ما شايفين بالشكل ده الالة حزبة الاحترافية بعد كده حضرتكم هنيجي على ايكونة التطبيق وهنختار اختيار ملف عشان نبدأ نضيف صورة ودي بتبقى صورة التطبيق بتاعتنا كويس جدا انا هضغط على اختار ملف وهبدأ اختار صورة للالة حزبة وانت طبعا على حسب تطبيقك هتضيف صورة معينة على حسب تطبيقك بيتكلم عن ايه دلوقتي حضرتكم انا ضيفت الصورة ومدام زهر عندكم كلمة image جي بي اي جي يبقى كده الصورة تضافت باس هالطريقة دلوقتي هنا اللغة الاساسية هنسيبها على العربي وصف التطبيق مثلا ممكن نكتب هذا التطبيق تمام هذا التطبيق عبارة عن الالة حزبة بعد ما حضرتكم خلاص انا كتبت الوصف هنضغط على التالي وزي ما انتم شايفين هيظهر معاكم الشكل ده هنضغط على next بعد كده حضرتكم هنضغط على web app زي ما انتم شايفين حضرتكم ظهر معانا الشكل ده هنا بيقولك العنوان هنكتب اي حاجة تمام ولكن هكتب بيسو تمام هكتب بيسو تيك زي ما انتم شايفين وهنا بيقولك صفحة الويب هتحط اي صفحة يعني اي رابط صفحة تمام زي ما انتم شايفين هحط مثلا لينك الموقع ذات نفسه مفيش مشكلة اهو نسخ وهارجع احط لصق هنا تمام بعد كده التالي عشان احنا كده كده يا جماعة هنغير كل اللينكات دي فيما بعد تمام بعد كده حضرتكم هنضغط على جوتو اب مانيجر زي ما انتم شايفين ظهر معانا الشكل الاحترافي ده تمام دلوقتي حضرتكم عشان نبدأ نحزف اللينك اللي احنا حطناه ونديه في الكود بتاعنا بتاع التطبيق هنضغط على حاسمه الاكسام بعد كده حضرتكم هنضغط على انشاء كسم وهنضغط على حاسمه html وزي ما انتم شايفين هنضغط على ادخل رمز html هنا وهنضغط على التالي وهنبدأ نحزف كل ده تمام زي ما انتم شايفين بالشكل ده حاسف الكل بالشكل ده بعد كده نبدأ نلسك الكود بتاعنا اللي احنا عملنا التطبيق بيه تمام زي ما انتم شايفين ده الكود اهو بعد كده حضرتكم عنوان الكسم هنسميه اي اسم تمام هنسميه باسل بعد كده حضرتكم هنكبر الصفحة شوية تمام زي ما انتم شايفين بالشكل ده وهننزل تحت ونيجى على حاسمه حفز تمام هنضغط على حفز دلوقتي حضرتكم الكود ينضاف داخل الموقع فاضل بس تركيه تانية وان احنا نحزف لينك الموقع اللي احنا ضفناه تمام هنضغط على رجوع تمام بعد كده حضرتكم هنمسح الموقع ده تمام انا كنت مسميه بيسو تيك وجنبه علامة الكوكب دي مدام هو حضرتكم فيه علامة الكوكب يبقى دوت لينك الموقع هنضغط على علامة الاكس بعد كده موافق وزي ما انتم شايفين اسم باسل اللي احنا ضفناه تمام وبجنبه العلامة دي يعني HTML بعد كده حضرتكم تعال فاهمكم شوية الحاجات دي على السريع عشان تبقوا انتم فاهمين الموقع بأسهل طريقة هنضغط على حاسمه مع علامات عامة بعد كده الاسم والايكونة زي ما انتم شايفين حضرتكم هنا اسم التطبيق لو عايز تغير اسم التطبيق بتاعك وهنا اسم الحزمة تمام اسم الحزمة دي يا جماعة تقدر انكم تسبوها على الافتراضي تمام تمام واسم الاسدار هنا لو انت عملت مثلا تحديث للتطبيق بتاعك تقدر انك تغير الاسدار ده من 9.8 لمسلا 9.9 مثلا فاهمتوني طيب هنا سورة التطبيق بتاعتنا نقدر ان احنا نضغط على اختار ملف ونغير السورة دي تمام هنزل تحت شوية زي ما انتم شايفين حضرتكم مش هنيجي على اي حاجة من دول هنسيبها زي ما انتم شايفين على انشاء ملف اي بي كي زي ما هي وهنضغط على حفظ بعد كده حضرتكم هنيجي على حاسمه العام تمام وهنا برضو الوصف اللي احنا كتبنا لو عايز تغيره وهنا حضرتكم برضو ما نغيروش اي حاجة في برضو حاجة ممكن تكون تفيدي الناس التانية بيقولك هنا اطلب تأكيد للخروج بمعنى ايه دلوقتي حضرتكم لو شخص داس على علامة اللي تحت داخل التطبيق يعني هو مثلا مثلا يعني داخل التطبيق تمام وعايز يخرج لو ضغط هنا على علامة السهم اللي تحت وخرج هزهر له اشعار كده هل انت مثلا متأكد انك عايز تخرج من التطبيق فهيضغط نعم او لا تمام لو انت عايز تفعلها مفيش مشكلة لو عايز تقفلها فانت هتضغط على لا اللي هي هنا تمام فهيضغط على نعم انا هسيبها تمام وما تلعبش في اي حاجة تاني اضغط برضو على حفظ تمام حفظ بعد كده حضرتكم هنيجي للخطوة اللي بعد كده واللي هي بقى التصميم تمام بعد كده الالوان زي ما انتم شايفين دي الوان التطبيق تقدر انك حضرتك تغير لون خلفية التطبيق بس انت متلعبش في اي حاجة انت كده كده عامل التطبيق عن طريق الذكاء الاصطناعي فهو بقى انت هتطلب منه خلفية او اي حاجة انت عايز تعمله عن طريق ديب سيك كويس جدا هنيجي دلوقتي على نوع القائمة تمام ودي خطوة مهمة حضرتكم هنسيبها بدون قائمة تمام زي ما انتم شايفين في حاجة هنا اسمها لا توجد قائمة هندغط عليها تمام وهندغط على حفظ وهنرجع برضو حضرتكم نكمل في برضو حاجة ممتازة جدا وهي ارسال الاشعارات تمام حضرتكم تلوقتي حضرتك مثلا مثلا لو انت عملت تحديث جديد للتطبيق تمام وعايز تعرف كل مستخدمين التطبيق ان فيه تحديث جديد نزل فانت هتضغط على رسالة جديدة تمام بعد كده حضرتكم بتكتب هنا مثلا عنوان اهلا بكم تمام زي ما انتم شايفين بالشكل ده وهنا العنوان الفرعي الحاجة اللي انت عايزت توصلها للناس مثلا يوجد تحديث الان تمام يوجد تحديث الان لو انت برضو عايزت ديه في صورة ليهم تمام هنا مفيش مشكلة بعد ما تكتبوا بقى خلاص النص بتاعكم دلوقتي هنا هنخلقوا زي ما هي وهنضغط على التالي بعد كده هنزهر معنا الشكل ده وهنضغط على ارسال طبعا انا ما بعتش التطبيق لحد عشان نعمل تحديث او ابعت لهم رسالة يعني طيب تعالوا نكمل باقة الشرح بعد كده حضراتكم عنيجها لحاجة اسمها صورة التحميل تمام ودي حضراتكم صورة التحميل عبارة اني لما الشخص يفتح التطبيق يظهر عنده الصورة دي تمام لو انت عايز تحزفها مفيش مشكلة عايز تسيبها برضو مفيش مشكلة طيب دلوقتي حضراتكم بقى عشان نبدأ ان احنا ننزل التطبيق بتاعنا ونبدأ ابعتها نضيف اعلانات تعالوا الاول ننزل التطبيق بتاعنا تمام هنضغط على تنزل التطبيق بعد كده حضراتكم هنضغط على download app ويبدأ حضراتكم زي ما انتم شايفين يحمل التطبيق باسهل طريقة فاحنا هننتظره عبال ما يحمل ونبدأ نسبته عشان ينزل عندنا في الموبايل دلوقتي زي ما انتم شايفين حضراتكم انا نزلت الابليكيشن بتاعنا تعالوا نفتحه بالشكل ده ويتلاقوه بقى ممتاز جدا 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 زي ما انتم شايفين اكينه حقيقي بني اديله السماح باسهل طريقة والتطبيق بقى ممتاز زي ما انتم شايفينه في هنا فاتح وهنا غامق وهنا ازرق لو عايزين نلون اللي على حسبة تمام طيب ازاي بقى نبدأ نضيف اعلانات عشان نكسب داخل التطبيق بتاعنا يا بيسو هنيجي على الموقع بتاعنا اللي هو اب كريتور 24 تمام هنيجي على الحاجة اسمها اعلانات بعد كده حضراتكم من هنا نبدأ ان احنا نضيف الاعلانات بتاعتنا دلوقتي حضراتكم بقى هنروح على الموقع الرابع ده اللي هنجيب منه الاعلانات عشان نضيفها هنا طيب دلوقتي حضراتكم الموقع ده اسمه start io ده ممتاز جدا حضراتكم ده مفهوش شروط مش شرط انك تنزل التطبيق بتاعك على جوجل بلاي عشان تحط اعلانات لا انت لو محطتش التطبيق بتاعك على جوجل بلاي تقدر انك تضيف اعلانات عن طريق الموقع ده كويس عشان نبدأ بقى نضيف اعلانات تمام ونسجل دخول داخل الموقع ده هندغت اعتراض شرط بعد كده على sign up ونبدأ نسجل بقى سهل طريقة جدا جدا موقع ممتاز جدا حضراتكم وانا فعلا جربته بيضيف اعلانات تمام تمام انا طبعا كنت نسجل قبل كده بجرب يعني وبدأ ان هو فعلا يحسب لي النقارات بتاعت الاعلانات كل حاجة تمام طبعا هو لو طلب منك تسجيل دخول بجوجل فانت هتسجل بشكل طبيعي طيب عشان نبدأ نضيف التطبيق بتاعنا هندغط على my apps تمام بعد كده حضراتكم على علامة الزائد اللي هنا بعدين هنا حضراتكم بيقولك your app url يعني ديف هنا ال url او الرابط بتاع التطبيق بتاعك طب ازاي يا بيسو هنجيب الرابط ده هقولك ازاي هنرجع للموقع بتاعنا اللي هو app creator تمام بعد كده حضراتكم هنيجي على حاجة اسمها تنزيل التطبيق تمام بعد كده حضراتكم عن طريق download app هندغط عليها ضغطة متولة وهندغط على حاجة اسمها نسخ عنوان الرابط تمام خلاص احنا كده نسخنا الرابط بتاع التطبيق بتاعنا بعد كده حضراتكم هنرجع لموقع الاعلانات تمام اهو زي ما انتم شايفين وهنا حضراتكم هنرسك رابط التطبيق بتاعنا تمام زي ما انتم شايفين بعد كده هيزهر معانا الشكل ده بيقولنا هنا ايه اب name طبعا انت هتكتب اسم التطبيق بتاعك تمام هنكتب الالة حاسبة تمام زي ما انتم شايفين بالشكل ده طيب بعد كده حضراتكم بيقول لكم هنا هل التطبيق بتاعك android ولا ios android اللي هو android بشكل عادي واي او اس يعني للايفون احنا طبعا للاندوريد فهنا هندغط على android طيب وهنا حضراتكم بيقول لكم هل التطبيق بتاعكم مخصص للاطفال فهنا هندغط على no ولو التطبيق بتاعك مخصص للاطفال فهتدغط على yes طبعا انا التطبيق بتاعي الا حاسبة فهضغط على no بعد كده نضغط على add app بعد كده حضراتكم ظهر معاكم الشكل ده وجب لنا خلاص ان التطبيق بتاعنا اضاف داخل الموقع وهنا عندنا حاجة اسمها app id والapp id ده بتاع الاعلان تمام الرقم ده بتاع الاعلان اللي هنضيفه داخل التطبيق هناخدو نسخ من هنا تمام بعد كده حضراتكم هندجع للموقع بتاعنا تمام زي ما انتم شايفين هنضغط على الاعلانات بعد كده حضراتكم هنبدأ من هنا نضيف اعلانات الموقع الموقع اسمه start io زي ما انتم شايفين عن طريق start io هنا هنحط الكود تمام اللي هو الرقم يعني زي ما انتم شايفين اهو تمام وهننزل تحت برضو هنضيفه في نفس اسم الموقع زي ما انتم شايفين بالشكل ده تمام هننزل اهو فين start io اهو زي ما انتم شايفين start io هنلسكه هنا الكود بعد كده حضراتكم هننزل تحت شوية برضو وهنا start io تمام هنلسك الكود وهكذا في كل الحتة اللي انتم شايفينها دي تمام زي ما انتم شايفين في الحتة الفاضية دي هنلسك الكود وهننزل تاني اهو معرض التطبيق تمام هنضغط برضو هنا we start io تمام يا جماعة اسم الموقع لازم يكون الكود ده في اسم الموقع بتاعنا طيب فقد الاخر حاجة كمان هنا start io نضيف بعد كده حضراتكم هنضغط على حفظ زي ما انتم شايفين حفظ ويبدأ حضراتكم ان هو يحفظ بسهل طريقة زي ما انتم شايفين خلاص هو كده حفظ هنرجع بقى دلوقتي حضراتكم ليه التطبيق بتاعنا نشوف هل فعلا نضاف اعلانات ولا لسه هنفتح التطبيق بتاعنا بعد كده حضراتكم زي ما انتم شايفين هنشوف هل الاعلانات بتظهر ولا لا سبحان الله لسه بقول لكم هل الاعلانات بتظهر ولا لا اظهر معنا اعلانات زي ما انتم شايفين باسهل طريقة طبعا الزائر اللي هيخش او المستخدمي التطبيق اللي هيخش هيدغط على نو سانكس عشان يتخطع الاعلان ده زي ما انتم شايفين بيزهر اعلانات تاخر التطبيق باسهل طريقة جدا جدا وتقدر انك تبعاته لاصدقائك دلوقتي هعرفكم زي تبعاته التطبيق لاصدقائكم باسهل طريقة هنرجع دلوقتي للموقع بتاعنا تمام وهنيج برضو على تنزيل التطبيق وهنبدأ حضراتكم زي ما انتم شايفين هنضغط ضغطة متوالة هنا ونسخح انوان الرابط وانوان الرابط ده نقدر نبعاته لاصحابنا عشان يحملوا التطبيق باسهل طريقة وطبعا عشان ما تقولوش اننا ما كملتش الشرح نكمل شرحنا في موقع start io بتاع الربح افهمكم كم خطوة كده هنا احصيات التطبيق بتاعتنا تمام زي ما انتم شايفين كل الاحصيات هنا كام شخص ضغط على اعلان تمام وهنا ظهور الاعلان للاشخاص بعد كده حضراتكم الاي سي بي ام ده لو ظهر عندكم مثلا واحد دولار على كل الف مشاهدة فهتاخدوا واحد دولار على حسب الاي سي بي ام وعلى حسب البلد بتاعتكم منين طيب وطبعا حضراتكم عن طريق ماي ابس هنا تقدر تشوف كل التطبيقات اللي انت ضفتها بعد كده حضراتكم هنيجع العاسم الارباح تمام ومن هنا حضراتكم اقل حاجة تسحبه من الموقع خمسين دولار ولو ده خطو على تعرف على المزيد هيبدأ هنا يقول لك عشان تبدأ تسحب الفلوس بتاعتك زي ما انتم شايفين الخطوة الاولى اربح خمسين دولار على اقل عشان توصل للتأهل انك تعرف تسحب الخمسين دولار دول طيب تعالوا برضو نكمل شرحنا عن الموقع تمام طبعا يا جمعنا ما تجمعوا خمسين دولار هتقدر انكم تسحبه عن طريق هنا تمام بعد كده برنامج الاحالة ده تقدر حضراتكم انكم تاخدوا نسخ للرابط تمام عن طريق تزيله تحت اهو نسخ الرابط ده وتبدأ انكم تبعتولي الناس عشان يخشوا للموقع ده وتبدأ انكم تاخدوا عشرة في المية لو انتم دعوتوا يعني صحابكم تمام زي ما انتم شايفين عشرين في المية لو دخل كسب حد من خمسة الاف دولار لخمسة عشرين الف دولار هتاخدوا نسبة عشرين في المية وهنا برضو لو حد برضو كسب خمسة الاف دولار لخمسة ومية دولار هتاخدوا خمسة عشر في المية ومن هنا لو شخص سجل من خلال اللينك بتاعك وكسب خمسين دولار الى خمس ومية دولار هتاخدوا عشرة في المية طبعا حضراتكم المواقع اللي استخدمناه في الفيديو تمام هتلاقوها بالشكل ده هندغط على جيت لينك تمام بعد كده على ووتش اد تمام في ري بعد كده نضغط على كونتينيو وزي ما انتم مشايفين هيظر معنا الشكل ده تمام هندغط على سكيب اد وبعد كده نضغط على اوبن هيظر معاكم الشكل ده هندغط على حسنا وهيظر معاكم المواقع اللي احنا استخدمناها باسهل طريقة جدا جدا زي ما انتم مشايفين تمام وباس جيت بتمنى حضرتك انك تعمل اشتراك ولايك لو استفدت مني ولو ما استفدتش فانا بعتزر منك اشوفكم في فيديو جديد كان معاكم باسل من كنادكم بيسو تكنولوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة